اول استقالة في هيئة ثلاثة سامعي البصري هيكا البرح استقالتك كانت ببيان فقط التزمت الصمت بعد محاولات متكررة ومحاولات اغلبها بالفشل والرفض اليوم كان بحضة ناسي محصن الريحي نحن نحن نفهم ساعة قرار الاستقالة هل هو قرار دون تشاور ودون نقاش وحوار مع الهيئة هل جاء قرار هذا بعد استفاة واستكمال كل الوسائل التي تنجم تصلح بها من الداخل الهيئة العليا للاتصال السامعي البصري وفق توجهاتك هل هناك من يشاركك نفس هذا التصور نفس هذا التوجه نفس هذا القطيع بين أعضاء الهيئة والهيئة ثلاثة أسألة مرتبطية مرحبا شكرا على الفرصة هذه ساعة نحب أن نقدم روحي للسادة المستمعين محصر رياحي وستجامعي في القانون متفوقين في مناظرة انتدابة ستة التعليم العالي سنة 2008 عندي عديد الكتابات والبحوث الجامعية في قانون التعديل وفي القانون الإداري وكاتب عام سابقا للجمعية تونسية للعلوم الإدارية وهي جمعية علمية نعم قبلت باش ندخل للهيئة القبول كان بناء على مشروع بناء على مبادئ صمحت باش انها تتحقق وكنت متأكد اللي جمالي يشاطروني المبادئ هذيكا تعرفوا اللي الإعلام قطاع سعيب برشا في تونس المشاكل والإرث اللي خلاتوا السنوات الكبيرة متاع الفترة ما بين الاستقلال وما بين 14 جنوي عنا قضية الصلاح الإعلام عنا الانتقال الديمقراطي في بالنا باش نخدم على هذيك حبيت جابورت معناها الجهد متاعي كمختص بالقانون إضافة للكفاءات العديدة ما بين الانتقال اللي هم اللي ريشيس اللي ريشيس اللي براسيون واستعملت معناها بوضوح اللي قلت رغم تحذيري المتكرر والمتواصل وللصدق والأمانة ماهوش تحذيري أنا الوحيد لا فما بعض الزملاء زادة في المجلس يعني كنا نوضحوا معناها ماذا بنا من عملوش هكا ماذا بنا من عملوش هكا روانا من شيرتي القانون روى يقول هكا الى الى اخره بطبيعة مقتلي شفت اللي برشة حاجات قاعدة تدفاقهم وكو دو شوز غراف كي سانتران دو ساكمولي وذكرتهم سو سانتومان وذكرتهم بصيفة معناها مختزلة في البلاغ باش نير الرأي العام وفي نفس الوقت نحافظ على سرية المداولات خاصة من صدور القرارات انا نعتبرها كفي ضميري كمختص في القانون وكأستاذ جامعي قرية الجيل طوى منهم القضاء ومنهم المحامين ومنهم الكوادر القانونية في المؤسسات الخاصة والعمومية نعتبرها قرارات مخالفة للقانون فما حاجات اخرى توانحنا قادمين على مسار متاع منح ايجازات متاع تسويت وضعيات المؤسسات اللي حاصل على رخص قبل نوفمبر 2011 كما وضعية المؤسسة هذية معنى وضعية المؤسسة عندها رخصة لكنها مدعوة لتسويت وضعيتها طبقا لكراسات الشروط الجديدة هات نعملوا مسار اجرائي مكون من مراحل معينة شفافة واضحة باش الانسان كما لو باركوردو كومباتون نبدأ عارف من اللول للاخر شنو المراحل الاجرائية ثنين هات نعملوا معايير واضحة وتكون مضبوطة بصفة مشابقة هذي الكل يعني رغم طلباتي المتواصلة ورغم ما تم مش تحصل عليه فما قرارات غير شرعية غير قانونية في نظري خرجت انا انسان دخلت نظيف دخلت على مبادئ دخلت على برنامج وقت اللي لقيت المبادئ هذية والبرنامج هذية انا مانيش قاعد نحقق فيه سيمو حسن الرياحي اذا العضو الهيئة العوية مستقلة الاتصال سامعي والسامعي البصري هايكا المستقيل امس سيمو حسن الرياحي قلت قبلت اني نكون موجود في الهيئة سؤال صغير قبلت من طرف شكون الجواب واضح ومعروف للكل ال 116 يعمل آلية اللي هي انه تقترح الهيئات المهنية كل هيئة مهنية تقترح ممثل لها ويتم تعيين الناس الكل بقرار جمهوري فما ناس تقترحهم نقابة صحفيين فما ناس يقترحهم الاتحاد العام تنسي الشغل فما ناس تقترحهم جمعية القضاء وفما ناس تقترحهم نقابة نقابة تونسية لمديري مؤسسات الاعلامية اللي هي وضعيتي انا لكن انا كاستجامعي وقريت التعديل لسنوات عديدة فما شكونا بالدفور لا تقترح اللي يقترحك اليوم لازمك انفوة تولي في الهيئة تولي يعني ناكر للجميل توجاهه ما بين ظفرين ما تولي تؤتمر كان بضميرك وبما تمليه عليه قناعاتك خدمة للمصلحة العامة في وسط الهيئة طيب النقابة العامة ولا نقابة المديري المؤسسات الاعلامية نقابة تونسية لمديري المؤسسات الاعلامية اللي فيها التلافذ والإذاعات ايه طبعا لكن هذا ما يعنيش اللي مثلا الناس اللي اقترحهم الوجيتيتيتي ولا اقترحتهم نقابة المديري المؤسسات العالمية ولا اقترحتهم المؤسسات ونقابة الصحفيين انهم مربوطين بالكوردون امبليكا للحطة الطوى الناس الكل تخدم بما يمليه عليه قناعاتها وما يمليه عليها ضميرها وإلا وقتها الشرط الاساسي اللي محطوط في المرسوم 116 لأعضاء الهيئة وهو الاستقلالية والحيات تكون فارغ من المحل وتكون عبارة على هيئة تمثيلية لمصالح نقابية ولا فئوية الحاجة اللي مهاش موجودة استقالتك معنيها نقرأها حتى في هتارها سيموحسن انه الاستقالة جاءت بعد أزمة بعد عركة صارت بين مديرية المؤسسات الاعلامية وللنقابة متاحهم والهيئة العليا المستقلة التي صارت السامع البصري كانت ترحت سؤال هل فم علاقة بين هالأزمة هذي والاستقالة متاحة؟ القراءة هذية ما نشاطرهاش معني تماما لانه عندي معطيات المعطيات اللي خلاتني ناخذ قرار الاستقال انه خدمنا عام كامل وشهرين عطينا من وقتنا عطينا من جهدنا نجي وقبل الوقت والروح ومعني أنا المتاريفي كان الخبز اليوم يمتع يروح ثمانية وتسعة متعليل حتى زملائي في الهيئة للا بعضهم يعرفوا اللي أنا ما نخرج برويا كان ثمانية وتسعة متعليل عندي زملائي يخدموا في ديارهم معناها ويبعثونا في خدمة في الزيميل ساعة ماضي ساعة متعليل ساعة نصر ليل كل واحد منا حاول إلى أبورت معناها لإنجاح الهيئة هذيك جملائي الكل نكون لهم الاحترام والمتقدير لكن بالنسبة لي أنا فما مبادئ هي تجي قبل كل شي رئيس الهيئة الزادة وإنسان طيب لكن فما مسائل أنا كمختص في القانون نعرف اللي هي ونعرف كم مطلع وعايش في البلاد ومعناها نعايش في الواقع الألامي نعرف المجال الألامي فيه برشة برشة مصالح فكان معناها فما فما أموال هامة وفما مصالح هامة لذا لازم القرارات منتاع الهيئة على الأقل من الجانب القانوني بالنسبة ليين تكون فوق مستوى النقد وإلا الانتقادات وقت لي تخرج من ديسيزيون الدواتات البلاندي جوريديكم سؤالي كان منذ حين هل فما من أعضاء الهيئة من زملائك من يحملوا نفس الوجيعة اللي عندك صراب من القرار الوجيعة فهم ما نسميش أما فهم بعض من أعضاء الهيئة لكن بالنسبة للقرار أنا إنسان جامعي وفي نفس الوقت ديمقراطي لا يوجد لا يوجد لا يوجد معناها صحيح من الناس تتشارك في المبادئ تتشارك في حرف الإحساس أو في تقييم الأمور لكن قرار كل إنسان هو قرار شخصي هذا بعيد على وجب التحفظ هل هناك من يفكر من زملائك من يفكر فيه أيضا الاستيقاد لا يوجد حتى علاقة بوجب التحفظ لا يوجد حتى علاقة بوجب التحفظ أما نتصور المسألة هذه الشخصية لكل عبد هو يعبر عليها بصفة شخصية من أسباب قرار الاستقالة هو غياب المساطقة على تمشين إجرائي شفاف ومتكامل يضمن حقوق المترشحين والمساواة بينهم بخصوص ملف إسناد إجازات منشآت الاتصال السمعي والبصري أو تسوية وضعيات الحاصلين سابقا على رخص أيضا سكوت الهيئة مربوطين أذن سكوت الهيئة على اتهامات بالتواطئ موجهة لبعض أعضاء المجلس تواطئ شكون ولا تواطئ مع شكون مع بعض المؤسسات العالمية هذه مثلا والله أنا نحب الركز على الأهم اللي هو في نظرينا الأهم هو أنه في كل مصار مثلا مثلا تعلن كونكوردو فونكشون بيبليك وإلا في أبل دوفر ولا في مارشي بيبليك أي إنسان متقدم للهيئة والعمومية والإدارة والجانب العمومي يبدأ عرف روحه هو ماهو الهيئة وماهو الهيئة وماهو الهيئة وماهو الهيئة وماهو الهيئة وعلى أساس هذك يعرف روحه هل هو عنده الحق وذلك يطعن وإلا ما عندهو الحق يقول الله غالب هذه الدوسية ما وصلني لا نأخذ إجازة ما الذي طالبنا به ومعناه وفما حتى بروجيه بروجيه العدد الدقيق للصفحات لا نفكره بروجيه وكل شيء لكن للأسف مستغرب لماذا لحد الآن لم تتمت المصادقة على إجراءات وعلى معايير تنشر للعموم قبل ما نبدأ نهل في الدوسيات نرى تجارب المقارنة نرى الوديو فيجويل في فرنسا في بلجيك نرى سيرتيسي كناديان نرى لوفكوم بريتانيك معناها إنسان أو على أساس أنا لنحل العباد للإجازات وعلى أساس لنقيمهم لماذا لم نفعل هذا؟ نقطة استفهام معناها تحل الباب قدموا وضعياتكم وغيرهم فما كراسات شروط لا فما كراسات شروط لكن فماش إجراءات كي تقول ما هو الزيتاء اللي بش يمر بها أي دوسي في الإفاليواشن وشنو البنديراسيون متاعشها مثلا أنا كي نحط لك ثلاثة ولا أربعة معايير اللي هما أكثر ببرشة في كراسات شروط أقربة عشرين معايير ومتعرش أنا هو المعايير اللي يوزن أم بوان وأنا هو المعايير اللي يوزن سنك بوان وأنا هو المعايير اللي يوزن فان بوان ونخلي روحي عندي سلطة تقديرية تامة أنا إنسات بشر حتى لو كنت أنا فوق مستوى الشبهات بعد تنجم قرارة الهيئة تطعم فيها العبيد تقول لا أنتو ما حبيتوا اللي عملتوا كذا ولي عملتوا كذا بلانديلي ديسيزيون دول هكا وكي تكون قراراتها فوق مستوى الشبهات وإحساسا مني بخطورة اللي زنجو على خطر راو دوسي متاع تالبزا معناها مئة الملايين دوسي متاع راديو مئة الملايين كما نحكيوش على مليارات في التالبزا راو ونجي هكاكا نصدم على إجراءات من غير ما نكون استجابت لمطالب من أعضاء الهيئة عملونا إجراءات معناها بالنسبة لك إذا فما الفراغ هذا فإنه بالنسبة لك فما نية لا مش نية ما نحكمش على النواية أما بالنسبة لينا فما اختر كبير متاع أنه المصدقية متاع المسار الكل متاع منح الإجازات ومتاع تسوية الوضعيات يكون مفرغ من معناه أما النية مفهما كان الخالق هو اللي يعرف النية شكور من أعضاء الهيئة ورجال القانون ما يحكمش بالنواية شكور من أعضاء الهيئة سيمو حسن أنه توجهت له اتهامات بالتواطئ الاتهامات ما جاتش مسمية أما أنا اللي قلقني برشا كيفاش الهيئة تقعد مكتوفة الأيدي على اتهامات مكتوبة موجهة لبعض أعضائها كما جاء في الاتهام بالتواطئ مع فلان وإلا مع مؤسسة فلانية مهم بالتواطئ معه والهيئة تقعد مكتوفة الأيدي إذا كان أنا مؤسسة هيئة نقعد ساكتها ومكتوفة الأيدي وإلا إنسان أخرج في ذاعة أو في راديو وتكلم هكاكة حكراسه وتكلم لماذا؟ مراسلات مكتوبة موجهة لبعض أعضاء الهيئة ما معناها؟ تواطئ مع مؤسسة العالمية؟ أو مع 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 يجي الوقت يمكن أن تخرج الرسالة هذه للعموم أما التواطئ مكتوبة وموجهة لبعض أعضاء الهيئة والهيئة لم تحرك ساكنا نحن وين؟ عليش بنيت على رسالة واحدة؟ بنيت على عدم تطبيق التنظيم المؤسسة نحن لطوى معناش كاتب عام لطوى معناش دي رابورتور يحضروا معنا في المجلس أخطر لطوى أنا غوتوني أوكا رابورتور لطوى معناش مقر دائم بنيت على قرارات مخالفة للقانون وعندي كل شيء بالوثائق الواحد رجل القانون وما نحكيش في الكلام هكاكا في الهواء عندي غياب المساطق على الإجراءات وعلى المعايير متع تقييم الدوسيات مصالح عباد وفما مصالح عامر أنا داخلين على انتخابات داخلين على الوكورنمان دوستة ترانزيشون ديموكراتيك بجنو دخلوها بإعلام مهوش موضح ومهوش منهج على أسس ومعايير واضحة البوابة الإعلامية الهنا للانتخابات راو إليه بلوزو موالوش استقالتي وبلاغي للرعي العام هي صفارة انذار هي تحميل المسؤولية لجميع التونسيين جهات رسمية وإلا مواطنين وإلا مجتمع مدني القضية ليست قضية شخصية قضية مصلحة وطنية وقضية مبادئ ترجمة نانسي قنقر